السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط سنتحدث إن شاء الله تعالى عن الاقتداء صبر السابقين الأولين في الدعوة إلى الله. قال تعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون الذين سبقوا إلى الدخول في الإسلام، المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة، الأنصار، سكان المدينة المنورة الذين نصروا المهاجرين. المضمون، بشر الله السابقين الأولين بالرضى والجنة والفوز العظيم. من هم السابقون الأولون؟ هم الذين كانت لهم أولوية السبق للدخول في الإسلام؟ هم نماذج منهم أول من أسلم من النساء زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، أول من أسلم من الصغار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من أسلم من غير العرب بلال من بلاد الحبشة وصعيد من بلاد الرومي وسلمان من بلاد فارس رضي الله عنهم، من أسلم من الأسر أسرة ياسر وابنه عمار وأمه سمية رضي الله عنهم. صفاتهم الإخلاص الله وحده، الصبر على المعاناة، التضحية بالنفس والمال، الثبات على الحق. صور من معاناتهم وصبرهم، بلال رضي الله عنه تعرض للتعذيب والضرب ووضع المشركون على صبره الحجارة الثقيلة الحامية لكنه صبر وكان يردد كلمة التوحيد، أسرة ياسر عذبوا وسجنوا حتى مات ياسر زوجه سمية تحت التعذيب. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظلوا تحت حصار المشركين في مكان بعيد عن مكة بين جبالها يسمى شعب أبي طالب مدة ثلاث سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع. مكافأة الله لهم الأجر العظيم، نيل رضى الله، المكان المحمود في جنات النعيم، الأجر. أقتدي أتخذ السابقين الأولين من المسلمين قدوة لي في صبرهم وثباتهم على عقيدتهم وأصبر على القيام بالتكاليف الشرعية من صيام وصلات وترك المحرمات. ترجمة نانسي قنقر